أكثر من خمسة آلاف نازح في سبعة مخيمات بالقرب من الحدود السورية التركية ضحايا الثلوج المتراكمة التي هطلت خلال اليومين الماضيين فمنهم من تحطمت خيمته جراء العاصفة ومنهم من بات يلملم بقايا أغصان الشجر لتأمين قليل من الدفء لأطفاله أربع عائلات كل أحد عندها سبع ولاد سبع ولاد هاي من عدد الإمهات والإبهات الكبار بتحمل ولكن الأطفال والله ما عم تتحمل والله العظيم ما عم تتحمل والله ما عنا شي نتدفى فيه يحرم علينا والله العظيم بالحرامات نلتفلان والبالك تطلع شمس ما بقى والله صار تلج يحرم علينا ما عدد تطلع شمس والله يعني المصحف ما لنا كفار والله العظيم أولادنا يعني كمان لحنا يا أمهات إيشو هل عمر هاد؟ تسكن أكثر من مئتي عائلة نازحة من ريفي حلب الشمالي والجنوبي في هذا المخيم العشوائي والذي أطلق عليه اسم مخيم كرم الزيتون معظم ساكنيه ينامون مع عوائلهم تحت سقف من قماش وأرضية من حصير في ظل عدم أبسط وسائل التدفئة لديهم عايشين من قلة الموت لا في حرامات لا في سفنجات قاتلنا الجوع قسم بالله لا في مي حالة كئبة بنا من المنظمات ساعدنا ساعدنا يا جماعة الخير نحن من ريف الجنوب وصلنا شهر ونص لاجئين وجينا لهين حط الخيم جبناها يعني منترجع بعلاء رجال السماء أكتر ما مننا نبوس إيديه منقول له يعني يعني عطينا شيء عطينا شيء أن نتدفها بقول ما في أنتوا بننشيلكم على القرفانات وبننشيلكم على القرفانات وصلنا شهر ونص باركين تفرج حط المي لم تنطر الدنيا بتفوت علينا وهي دفعنا الفرش الدفع لعنا وما عنا غير رحمة الله أول ما جينا عطونا ثلاثة سفنجات وثلاثة حرامات ومبارح لنهار مبارح لعطونا مستويك للعجيان بس هاي معينة نجتنا منكم أخي أنا هون منذوب المخيم هاد المخيم مؤلف من أربعمائة عائلة بالإضافة لهالشيء منظمات ما عم تغزينا بشيء يعني كافة المنظمات بتجيبنا ربع الشيء ربع الغيمة يعني مثلا شنون بدل ما بجيبوا أربعمائة حصة بيجيبوا خمسين حصة خمسين حصة كيف دك توزعها أنت على أربعمائة عائلة هذا الوضع أحنا اللي عم نوصل إله بصير سيء تدفئة ما في سفنجات حرامات ما في يحمل النازحون هنا المسؤولية للمنظمات الإغاثية والمؤسسات الثورية التي من المفترض أن تكون هي المسؤولة عنهم كالحكومة المؤقتة والتي لم يقدم أي مسؤول منها على زيارات أي مخيم في الداخل أو رصد معاناتهم تعيش مئات العائلات هنا تحت رحمة الثلوج والأمطار في ظل عدم أبسط مقاومات التدفئة لديهم خالد أبو المجد لأورينتو نيوز من الحدود السورية التركية ترجمة نانسي قنقر